مشروع مربح وبرأس مال بسيط تصنيع الفحم المضغوط بالطريقة التقليدية وبمواد بسيطة تستطيع تكوين مصدر دخل جيد فالفحم المضغوط مطلوب وأسعاره مرتفعة جداً خصوصاً في فصل الشتاء في البداية لنتعرف على مقادر الخلطة كل ما ستحتاجه هو مخلفات الجمر إضافة إلى النشاء في حال لم تتوفر النشاء يمكنك استعمال الدقيق الأبيض أولاً نضيف الماء ثم نمزج الطحين بالماء قليلاً ونضيفه إلى القدر نحركه حتى يصبح بهذا الشكل ثم نمزجه مع المخلفات جيداً حتى نحصل على القوام المناسب في المرحلة الثانية نقوم بكبس الخلطة باستعمال استوانة وعود بهذا الشكل كما ترون النتيجة مشابهة لعمل الآلة بعد ذلك نقطعها إلى قطع متساوية ثم نتركه حتى يجف يمكن أن يبقى الفحم المضغوط لمدة ثلاثة ساعات أو أربعة وهو مشتعل في الأخير لا تنسى متابعة للمزيد من المشاريع المربحة إن شاء الله